فيعني أنا بتكلم على حاجة إن القارئ من دول مش محتاج حاجات يعني في بعض المقامات مش هتفيده يعني مش هستفيد منه القارئ مش هستفيد حاجة من الحاجات ديه هو عاوز بس مقامات معينة يقرأ بيها القرآن يعني مثال مثلا يعني سيدنا الشيخ محمود الخليل الحصري كان تلت تربع قراءته في الختمة المرتلة أو المجودة أو للتعليم مقام النهواند فبيجي مسألة شيخ الحصري كان بيقرأ بمقام النهواند أغلب قراءته كان بمقام النهواند بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا خلي بالك ده مقام اللي إيه إنه وانت كان بيقرأ بي دائما فمقام جميل يعني لكن القراء ما بيرجبه في الحفلات في المياتم قليل إلي لما تلاقي حد يكرر بمقام النهواند ليه بيقولك لا بيحب مقام الرصد اللي هو يمشي مع الناس ومقام البياتي والكرد برضو إليل بس الوحيد اللي قرأ مقام القرد هو الشيخ محمود محمد رمضان